يلقي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم كلمة نيابة عن الرئيس السيسي حول دور وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية نيبات في تعزيز التكامل الإقليمي والقري في ضوء رئاسة مصر للوكالة ضمن فعاليات الدورة السادسة للاكتماع الذي يشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الأفريقية وعلى هامش زيارته لغانا لحضور اجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي التقى مدبولي سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القرية الأفريقية ومكيلي ميني وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء دعم مصر لاتفاقية التجارة الحرة القرية الأفريقية مشيرا إلى الدور المأمول الذي يمكن أن تؤديه تلك الاتفاقية بصدد تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية اشتركوا في القناة